يأكد رئيس لجنة الاعتصام السلمي في مديرية حصوين الشيخ هزاع ليان أن جميع أبناء المديرية يقفون جميعهم لجانب الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الظاهر الدخيلة على أبناء المهرة نرحب بزيارة العميد المفتي صمودة إلى مديرية حصوين نحن شيوخ وأبناء مديرية حصوين واقفين على الحملة وجنباً بجنباً مع أفراد الأمن يدناً وحدة طد الفساد وأعداء أصحاب المدسين المخدرات في محافظة المهرة بشكل عام وبالذات مديرية حصوين نحن عليهم بالمرسات قمنا بهذه الحملة على كل منطقة في مديرية حصوين وبالذات محافظة المهرة ونشكر أصحاب الأمن ونشكر أبناء منطقة حصوين بالذات الذي قاموا بالحراسات وتم القبض على بعض الأفراد ونحن يد بيد مع أصحاب الأمن ولا نهاب ولا شي عليهم بالمرسات وإن شاء الله للأمام هذا وقال الشيخ هزاء عليان إن أبناء المهرة مستمرون في النضال الذي بدأوه قبل ثلاثة أعوام حتى خروج كل القوات المحتلة من أراضي المهرة الدكرة الثالثة للجنة العصام في محافظة المهرة ولا زلنا على قيام الشيخ المرحوم آمر سعد كل شاء الله مغفر له ورحمه اللجنة العصام في محافظة المهرة لا زلنا على مواقفنا أو تابتين لما تتحرر محافظة المهرة والذي دسوا لنا بمشاكل من نوع أنواعها ولكن بالذات نحن أبناء محافظة المهرة كشيوخ وقبائل واقفين يد واحدا وقلب واحدا قلب وسالم يد واحد وسنطربهم من الحديد ولحن للأمام واقفين سالمين من أجل محافظتنا تتحرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر